هنأت الأمانة العامة لتجمع اليمن للإصلاح رئيس الهيئة العليا الأستاذ محمد عبدالله اليدومي بنجاح العملية الجراحية التي أجريت له في العاصمة السعودية الرياض وتكللت بالنجاح أعرب الأمين العام الأستاذ عبدالهاب الانسي وأعضاء الأمانة العامة في رسالة رئيس الهيئة العليا عن سعادتهم الغامرة بنجاح العملية الجراحية وتماثل الأستاذ اليدومي للشفاء وتوجه بالدعاء إلى الله عز وجل أن يمنع الأستاذ اليدومي بموفور الصحة والعافية ليواصل دوره السياسي والوطني في قيادة الإصلاح لما فيه خدمة اليمن والشعب اليمني